من المعلومات المهمة اللي اكتشفناها خلال تغطيتنا الخاصة لقضية المناخ ولي مؤتمر شرم الشيخ القادم إن كل واحد فينا بيساهم بشكل أو بآخر في التسبب في حدوث التغيرات المناخية وإن كل واحد فينا عنده بصمة كربونية من خلال الأنشطة اليومية اللي بيقوم بيها مش بس كده في مجالات كتير ممكن تكون بتسبب في زيادة الاحتباس الحرائي وإن أول أكلنا لغاية سفرنا كل ده بيزود الإنبعاثات إزاي؟ ده أنشطة حياتية طبيعية بنعملها كلنا ده اللي هنعرفه من الدكتور نصر أيوب أستاذ الهندسة الصناعية والنظم بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان وخبير معتمد لحسابات البصمة البيئية للمنتجات صباح الخير يا دكتور أهلا وسهلا محضرتك أهلا وسهلا محضرتك صباح خير دكتور أهلا محضرتك أهلا بسهد المشاهدين يعني خلينا بس نقول يعني إيه بصمة كربونية وإيه اللي احنا بنعمله وبيعمل لنا إمبعاثات يعني خلينا ندي كده فكرة عن الموضوع أسماحيلي الأول أبدأ بالأول إيه هي الغازات اللي بتسبب الاحتباس الحراري اللي هو كلنا بنتكلم عليه دلوقتي الكوب 27 والناس جاء من كل مكان علشان تحلل لها الغازات الدافيئة أو الغازات هي ليها أكتر من اسم غازات الاحتباس الحراري الغازات الدافيئة غازات الصوبة الخضراء طيب ليت سمت بالاسم دوان لأنه هي الغازات دي موجودة في الجو يعني بوضع طبيعي في الوضع الطبيعي كانت موجودة لكن مع أنه الثورة الصناعية بدأت بدأت الغازات دي وهي يعني هم سبع غازات اتعرفوا في كيوتو بروتوكول أشهرهم ثاني أكسيد الكربون الميثان أكسيد النيتروز الهايدروفلورو كربون اللي بتستخدم شحن التكيفات وكمان مجموعة تانية من لكن دول أشهرهم يعني طب ليت سمت الغازات الدفيئة أو الغازات الصوبة الهوائية لما كترت الغازات دي في الجو بدأت تعمل زي صوبة حوالين الأرض المفروض الوضع الطبيعي الشمس بتبعت الحرارة للأرض الأرض بتمتص جزء والجزء التاني يطلع للأتموسفير برا لكن اللي بيحصل إنه الغازات الدفيئة مع زيادتها أو الغازات الجرين هاوس جازيس بتبدأ تمتص جزء من ده وتخليه داخل الأرض فالحرارة بتدخل لكن ما بتخرجش برا ومن هنا جات التسمية بتاعة الغازات الدفيئة طيب الغازات الدفيئة دي بتحصل منين؟ بتحصل من الأنشطة زي ما منها تفضلت في الأول قالت إحنا أي نشاط إنساني بيسبب غازات الدفيئة تطلع للجو يعني مثلا إحنا الكهرباء الكهرباء علشان أولد كهرباء بحرق ناتشورال جاز الغاز طبيعي بحرق كول بحرق أي نوع من أنواع الفولز أو الوقود المستخدم فده اللي بيحصل إنه نتيجة للحرق بيحصل تفاعل التفاعل ده بيطلع عربية أنا جاي الصبح نازل بدور العربية العربية بتشتغل بمحرك احتراق محرك الاحتراق ده بيستخدم بنزين نتيجة للحرق بيطلع يعني مثلا الترانسوبرتيشن عموما بتطلع الثلاث غازات الأساسية الـ CO2 والـ CH4 والـ N2 فده يعني سبب إنه كتر أو أو إنه اللي سبب المشكلة دي إنه إحنا حصلت الصورة الصناعية حصلت بقينا بنعتمد على الكهرباء بشكل كبير جدا بقينا ننتج بشكل كبير جدا وبناءنا عليه فكان لازم يبقى فيه أكشن طيب بنعتمد على الكهرباء بشكل كبير جدا ليه لما بدنا نستخدم السيارات اللي هي بالشحن الكهرباء بيقولوني هي صديقة البيئة هو يعني أنا مش موافق قوي على الموضوع ده بحكمة خصوصي يعني هو لو إحنا هي صديقة للبيئة فحركتها داخل المدينة لأنها ما بتطلعش دخان فهي بتتشحن في البيت وبعدين بتطلع تتحرك فداخل المدينة ما بتطلعش أقل 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 داخل المدينة أقل تلوثا أو أقل داخل تأثيرا على صحة الإنسان لكن طب المشكلة بقى فيه إنه الكهرباء دي بتتولد بتتولد في مكان ما فبتحرق وتطلع ميشنز بس في مكان تاني تمام؟ عشان كده نقدرون إحنا لو زودنا شوية من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة ده هيسعيدنا أكتر في تأليل التأثير على المدينة ده بلا شك هو بلا شك إحنا علشان يعني نقل للغازات دي فإحنا بيبقى عندنا زي كده كاربون مانيجمنت استراتيجي أو كاربون فود برينت مانيجمنت استراتيجي علشان نقل للغازات فأنا الأول عندي أول حاجة أني بقى فويد إن أنا ما استخدمش لو في حاجة بعملها مثلا أنا بروح الشغل بالعربية هروح أركب بالبيسكي فده أول حاجة أفويد تاني حاجة إن أنا بريديوس هنقلل بريديوس لو أنا بستخدم حاجة هنتدل أول نحن نتجنب الحاجة قد ما نقدر بعد كده لو لا نستطع تجنبها نحاول نقلل الاستخدام تمام زي فيه أنواع من الأكل الأنواع دي بتطلع عالية جدا فلو قللت منها فأنا قللت البصمة الكربونية على المستوى الشخصي أنواع من الأكل أه طبعا إحنا لو يعني مشهور قوي ومصر باخد خطوات كبيرة في خفض الإنبعاثات من صناعة الأسمنت فصناعة الأسمنت صناعة الأسمنت الطن الأسمنت بيطلع تقريبا من نص لغاية واحد واثنين من عشر طن ساني أكسيد الكربون طيب اللحوم الكيلو أو الطن اللحوم بيطلع تسعة وتسعين واربعة من عشر طن سي أو تو كم مرة قد الأسمنت تقريبا مئة مر ده لو أنا قلت للأعلى واحد طب للأقل اللي هو الماسوناري مثلا بيطلع تقريبا في حدود الخمسمية فكيلو اللحمة بيعادل تقريبا بيطلع بيعادل عشرين كيلو جراب من الأسمنت دكتور مش فاهمة أنا كوش لحمة ده مش هتبقى لحمة بس كمان مش فاهمة نقلل من نقلل من استخدام اللحوم يعني هنقل على أنا معلش بسط لي الفكرة عشان تبقى واصلالي يعني إحنا بنتكلم في إن رأس ماشية تم دبحها بالشكل السليم الصحي طبعا وعلى شريعة وكل حاجة بتخرج منها إمبعاتات وهي في الشكل الرؤي يعني لم يتم طهيها أو لو كده ده بيخرج إمبعاتات ولا لما بناكلها بتأثر يعني شقدر أعرف ده سؤال جميل جيد هو إحنا الإمميشنز المرتبطة بالماتيريا العموما وده يمكن التخصوص الأساسي مرتبط باللايف سايكل بتاعت المنتج فكرة دورة الحياة بتاعت المنتج من بدايته من أول ما نزرع الأرض علشان الكتل أو الأبقار تأخذ منها تأكل منها نستخدم فرتليزر ودي بيسموه أسميدة أزوتية الأسميدة الأزوتية بتطلع سي إتش فور بتطلع غاز الميثان غاز الميثان الكيلو منه بيعادل 28 كيلو جرام سي أوتو فكل ما غاز الميثان زاد كل ما كمية السي أوتو أميشنز أو الغازات الدفيئة بتزيد جداً في الجو بس إحنا لازم نزرع بس إحنا لازم نزرع بس إحنا لازم بالزبط كده علشان يبقى فيه أكسجن حلو فحضرتك البديل اللي شايفه إن إحنا بدل ما نستخدم أسميدة كده نستخدم أسميدة عضوية بالزبط ده أحد بيطلعش إمبعاثات دي بيطلع أقل بيطلع إمبعاثات ولكن كمياتها أقل من الإمبعاثات الفصل اللي إحنا بنستخدمها أو الإحفورية بيسميها طيب طب يبقى إحنا اتكلمنا الأول في أفويد بعد كده اتكلمنا في إن إحنا نقلل وبعدين نريبليس وده يمكن في المجالات الصناعية نريبليس يعني أنا عندي لو أنا كشخص في البيت عندي معدة بتستهل الكهرباء عالي جداً فأروح أدور وأنا بدور أدور على حاجة استهلاك الطاقة فيها أقل لو حضرتكم بتشوفوا على المعدات دلوقتي بيبقى فيه كده زي كود بيقول دي الاستهلاك بتاعها بتبقى أحمر أخضر أصفر وأكذا فأنا أدور على دي ليه لأن أنا دي هتقلل البصمة الكربونية الاستهلاك الكهرباء بتاعها أقل كويس هتقلل الفلوس اللي هتفحها في الكهرباء بالضبط كده دي بقى البعد الاقتصادي اللي إحنا بنحسبه برضه تمام فده الجزء بتاع نحن نربليس آخر حاجة طب خلص بعد ما بقيتش قادر أفويد ولا أقلل ولا أربليس فأنا بروح بقى للأوفسيت الأوفسيت ده اللي هو أني أنا مش قادر أقلل فبشتري شهادات كربون شهادات الكربون دي مصر دلوقتي يعني وزارة البيئة بدأت خطوات في إصدار شهادات الكربون بحيث أنا مش قادر أقلل فببدأ أروح أشتري شهادة أنا مثلا مصر حطت تارجت في استراتيجية مصر للتغيير المناخي عشرين خمسين مثلا حط التارجت أننا نقلل نسبة بتاعتنا تقريبا توتل في حدود خمستاشر في المئة وفي قطاع الطاقة في حدود تلاتة وتلاتين في المئة كويس تمام أنا شركة شغالة في قطاع الطاقة وقللت ومش قادر أوصل للنسبة المحددة ليا من قبل الانبعاثات فهعمل الكمية دي بروح أشتري بها شهادات الكربون طب شهادات الكربون دي بتطلع ازاي بتطلع من أننا بنعمل مشروعات خضرة المشروعات الخضرة دي عملت خفض كمية الخفض دي بيصدر عليها شهادات كربون كأننا أنا لو أنا دفعت الفلوس في شهادة الكربون دي كأننا قللت في المشروع اللي هو الأخضر دي طيب عظيم جدا دول كتيرة دكتور عندها شرط أساسي هي بتستورد المنتجات أن تكون هذه المنتجات اللي بيتم استرادها مخفضة الانبعاثات ده بيطبق إزاي وزاي أصلا بنقدر نقيس هذه الانبعاثات طيب خلينا نبدأ بإزاي بنقيس القياسات بتبقى على مستوى أو البصمة الكربونية هي إيه الأول هي مجموعة كل الإنبعاثات أو كل الإنبعاثات الغازات اللي بتطلع نتيجة لنشاط ما نشاط للإنسان نشاط لمشروع نشاط لشركة فنشاطات الشركات بتتقسم لتلات تلاتة سكوبس بنسميها السكوب وان واللي هو بيبقى داخل حدود الشركة حرق الغاز استخدامات العربيات بتاعت الشركة عربيات المديرين بعد كده عندنا لو فيك بروسس زي شركات الأسمنت شركات الأسمنت عشان ينتج الأسمنت بيحرق ناتشورال جاز فده بيطلع امميشنز في الجو دي بنسميها سكوب وان بتتحسب بحاجة اسمها الامميشن فاكتورز لكل لو أنا حرقت مثلا ناتشورال جاز بيبقى المتر المكعب ناتشورال جاز بيطلع 2.2 كيلو جرام سي أو تو للجو فلو الشركة طلعت مليون فهضرب مليون في اثنين تمام الكهرباء عندنا في مصر مصر حسباها 0.533 كيلو جرام سي أو تو لكل كيلو وات أور أوف إلكتريستي فاحنا ده بنجمع الكلام فسكوب وان هو الحاجات اللي بتتم داخل الشركة سكوب تول هو الكهرباء اللي هو استهلاك الكهرباء بتاعنا فالشركة استهلكت كهرباء قدية يعني احنا مثلا أنا عاوز أحسب الكاربون فود برينت للصباح الخير يا مصر تمام صباح الخير يا مصر البصمة الكربونية للبرنامج بتاعنا في مدة التلات ساعات كويس إيه الحاجات اللي موجودة عندنا سكوب وان التكييف كمية التكييف المستخدمة عشان أو يعني الليكس السنوية طبعا إحنا بنحسب على سنة لكن أنا لو أحسب على إذنت فباخد الكمية بتاعة التكييف المتوسط بتاع الفترة اللي أنا موجود فيه ده بالنسبة لل هايدرو فلورو كاربون بنسميه الكهرباء استهلكنا كهرباء قديه في مدة التلات ساعات حمسينها بعد البرنامج على طول والله فهنا أقدر أطلع البصمة الكربونية للايه المنتج فيه حاجات بقى خارج نطاق حضرتك يعني الحاجات الجميلة الموجودة دي دي بنسميها سكوبتري انتاج الكلام ده الميشنز اللي طلع من انتاج ده ده بنسميه سكوبتري فده إزاي احنا بنحسبه بتطبقه ازاي احنا عندنا فيه أسوسيييشنز زي الورلد ستيل ارجانيزيشن فيه الورلد الالمونيوم وورلد ألمونيوم ارجانيزيشن يعني مؤسسة دولية بيعملوا زي بيز لاين يعني من ضمن الحاجات الظريفة اللي احنا شاركة مع حضراتكم انه صناعة الحديد في مصر فيه بيز لاين الورلد ستيل ارجانيزيشن عامل بيز لاين لو احنا أقل من البيز لاين دول فأنا باخد انسنتيف بيدوني فلوس لو أنا أعلى من هذا بيأخذوا مني فلوس علشان أنا الإميشنز بتاعتي أعلى صناعة الحديد في مصر بتاخد إنسنتفز لأننا بنستخدم النتشورالجاز وبناء عليه إنبعثت أقل الحاجة التانية فيه حاجة اسمها أو شهادة البصمة البيئية في الوقت الحالي بداية من السنة اللي فاتت من سنة تقريبا بدأت دول كتير في أوروبا تحديدا في الوقت الحالي إنجلترا ألمانيا فرنسا علشان أصدر المواد لازم أقدم معها شهادة البصمة البيئية شهادة البصمة البيئية دي بتاخد معها الإنبعاثات الكربونية استهلاكات الميا اللي أنا استهلكتها للطن ويمكن دامن ضمن الحاجات المفروض إحنا نعملها هنا في مصر ليه لأنه إحنا عندنا الموضوع الووترس كيرستي وكده فإحنا محتاجين نأدرس عندنا الغازات اللي بتأثر على يعني ده توجه دولي لخفض الاستهلاك أو لخفض الإبعاثات الضارة اللي بتبقى نتجع عن الإنتاج يعني إن شاء الله الوضع يتغير كتيرا وإحنا يمكن الشهر الجاي حينكون الموضوع حيتم فتحه باستفادة في يعني نقدر نقول أكبر تجمع دولي حيستضيفه شرم الشيخ نقدر نتكلم فيه أكتر على أهمية تقليل الإنبعاثات في مؤتمر المناخ القادم الدكتور ناصر أيوب أستاذ الهندسة الصناعية والنظم بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان شكرا جزيلا لك شكرا لحظة شكرا لك